بدأنا ان احنا نشتغل على تراك جيرسي دا وبدأنا نشتغل على تراكات تانية لان الموضوع اختلف دلوقتي احنا كنا قبل شي كدودوا حاجة وبعد شي كدودوا حاجة دلوقتي الناس مستنيانا الناس تسأل انتوا هدوا عملوا ايه جديد وابتدت شركات انتك كتير تحاول انها تتعاون معنا عايز انتج لنا تراكس وابتدت افلام يعني لنا تراكات هتنزل في افلام طبعا مش عايز احرق بس في افلام احنا هننزل فيها بتراكات اذا باند رابسو فابتدى الموضوع ايما ايه لو حاجة فاريسون ممكن تقولها دلوقتي يا سيستن لحاجة تصريح اكسلوسيف يعني لأ بوسي مش حابب ان انا اصرح ان حاجة دلوقتي لغاية ما نصور والموضوع اكمل فالريدي ابتدنا نطلب في اماكن كتير وابتدنا نطلب لايف جوه مصر وبره مصر وحاجات كده بتجدينا ان احنا نشتغل بقى علىaranك بتاعت الباند lorsquنا هيبقى شكله عامل ازاي والاغاني هيبقى شكلها عامل ازاي الحلها بنقدم اغاني فشيته لان احنا معظم من الاغاني يحنا عدمناها في اشكل صيله 界اove اشكل هتدل نقدم اغاني دراما او لا لقد فتجدينا نشتغل لان نشوف شكلنا القريدي في الاغاني دراما هيبقى عامل ازاي لان طبعا الاستاذ مناحة لوحده لوحده، فتادينا اللي قلنا بس انت اللي هتتصدر في الدراما، هنا بقى في الأغاني دراما العكس، بعدما كان عمر هول بيبقى متصدر أزمين فوكل، في الأغاني دراما طيب أكس هول بيبقى المين فوكل. فهناتين نعمل ستايل تاني بقى في الشيطة هينزل أغاني مختلفة شوية عن الممبر راب، هناتين نشوف اللاين التاني الناس هتتقبلوا مننا ولا لا، وهي الفكرة في تراي ان ايرو، لازم نجرب كل حاجة، صح. ومش بتخافه طيب من تراك ينزل وما ينجحش أو زي ما بيقوله وتقلش. عملنا اربعة، عملنا تلك تركة القديمة وشيك. خلينا نكون متوفق معاك بصي هي الأرقام اللي موجودة على السوشيال ميديا بلاتفورمز، بالنسبة لنا احنا ككرييتورز هي مجرد أرقام. يعني دي ما بتقوليش قدقي التراك بتاعي حلو، أو قدقي التراك بتاعي وحش، هي دي مجرد نمبرز، فمش معنا ما نزل تراك ما يستمعش، ما نزعل، وانا انا فشرت، لا انا ما شرتش، مازال قبر، بكر هزل تراك أحلى. وقريدي لما نزل سمعت تراك تاعي باريح قصو يتلع أحلى بتراك بتاع بكرة. بالضبط. وقريدي لما نزل شيكي الهازة على الناس بتاعت تخش تسمع بقى تراكات ربصه اللي نزلت قبل كده ايه؟ فقريدي شيكي دولوش. دول الحلوين طب عملوا يهي قبل كده. بزفتات الناس تخش على تراكات اللي قبل كده. طب انت شايف ايه التراك اللي ما خدش حقه من اللي فاته وكان لازم ياخد حقه أكتر وين كده؟ والله هو كان أول تراك احنا عملناه اللي هو طب شوف. طب شوفت ده كان أكتر تراك. ده كان أكتر تراك يعني احنا يعتبر اشتغلنا عليه كتصوير وكتحضير وككل حاجة. بس طبعا توفيق كده كده ما عند ربنا. فيعني احنا متوقعين أحسن في اللي جاي ان شاء الله. بس يعني احسيت ان ده اكتر تراك يعتبرت الزلم في اللي احنا نزلناه كلهم. ان ده اكتر تراك احنا. نحن كنا نتكلم عن اللي بيحصل في السحر الشرير يعني. اه. بكل شر. في طب شوف؟ اه. كانت فيه. ايه بقى القصة بتاعت الأغنية كانت ايه؟ بكل اللي بيحصل في السحر الشرير. انت من أول ما بتحطي رجلك بالبوابة لحد ما بترجعي هتلاقي نفسك في الأغنية. نشكل الشيربيني الكبير والجولد ديجرز وكل حاجة. البنات اللي بتحب الشجر داديز مثلاً. نتكلم عن نوعية البنات دي. بس احنا بنحب نبقى لواء نتكلم. مو الموجودين في السحر الشيربين. بص نحنا بنتكلم على الحاجة الأخرى. بص نحنا بنتكلم على حاجة الوهر الشراب. دو عجته لفتكتير. وفيه أولاد بتحب الشجر ماميز يعني. بس سواء احنا عمتا بكنا بنتكلم على الفكرة دي. بالضبط هاي فكرة. بنتكلم على الفكرة دي مش اكتر. ودايما لما بنيجي نناقش اي حاجة في الاغاني بتاعتنا علشان برضو الناس ما تفهمناش غلاص. احنا بنناقش حاجة انت شايفها بعينك. واللي اعجبها بعينه. ومش مش مش محتاج اننا. هي مش شرطة ان هي تبقى فكرة عامة. يا جماعة هو بيتبقى. يعني الافكار بتيجي منين? حاجات معينة شفناها تفصيلة غريبة. شفناها هنفتحها كموضوع. يعني مش مش قصد ان احنا نعمم ولا نقول. لا لا بالضبط احنا مش معاملين حاجة لا احنا مش معاملين حاجة. احنا نتكلم على حالة بس. يعني دايما اغنينا حالة ودايما بنحكي قصة. يعني احنا دايما نستغل الاغانية بتاعاتنا لما عتيكي تسمعي. هتحسي ان في قصة بتتحكي. مش هتحسي ان الترك هو كوبليو سينيو واحد بيحب وواحد بتتحب او بيعمل نعم اعجة. لا لا. احنا بنحكي قصة. فانت طول الترك مع انا من اول واخر وانت بتسمع قصة فتفهم انت احنا عايزين نوصل لايه. بس يعني مش بغدك معايا في حطة تمزيكة بس. فانت مبسوط وبيقولوا اي كلام.